اشتركوا في القناة تأتي هذه الكلمة بصمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس ونتمم قول الرب يسوع له المجد طوبة للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه أمين الأحد الأول هذا هو الأحد الأول من شهر طوبة المبارك أيها الأحباء ودائما الأحد الأول من شهر طوبة لهو يقع بعد عيد الميلاد مباشرة اللي احتفلنا به يوم تسعة وعشرين كياهك يوم الاثنين الماضي يكون أحد الأول من شهر طوبة إنجيل معلمنا متى البشير الأصحاح الثاني وهو يمثل أو يذكر قصة الهروب إلى أرض مصر يحدد هناك يوم محدد لهذا العيد وتحتفل به الكنيسة من العيادة السيدية الصغرى ولكن هنا نذكره في الإنجيل هروب السيد المسيح إلى أرض مصر بناء على قول الملاك ليوسف قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن هيرودس مزمعا أن يطلب الصبي ويهلكهم ولعلنا نسترجع الأحداث وندرك أن يهوزة أن آسف أن هيرودس طلب من المجوس إنه إذا عرفوا مكان المولود ملك اليهود ياجوا ويخبروه بهذا المكان والسبب لكي ما يأتي ويسجد هو له أيضا وهو دي في حد ذاته هي كذبة لأن هيرودس لم يكن يريد أن يسجد للصبي ولكن كانوا يريد أن يقتل الصبي من هذه النقطة حبائي أعود مرة أخرى للسلسلة اللي احنا ذكرناها قبل ذلك وهي سلسلة الشائعات أو الإشاعات وخليني أربط الاثنين مع بعض لعلها ترتيب الله أن يقال هذا الإنجيل اليوم حتى ندرك هذه الحقيقة هروب السيد المسيح إلى أرض مصر من وشه الشر من وشه هيرودس الذي كان يريد أن يقتل الصبي لا أن يسجد للصبي لعلكم تذكرون يا أحبائي هذه السلسلة اللي احنا تكلمنا عنها في خطايا الإشاعات أو الشائعات وهي عبارة عن خطايا متسلسلة القصد منها هو تشويه أو حقائق غير صحيحة أو أخبار غير صحيحة يعلنها للإنسان أو يذكرها الآخرون حتى تسيء أو حتى تدمر أو حتى تؤدي إلى أغراض شخصية ما بين الإنسان وما بين هؤلاء الآخرين وما بين البشر هيرودس كان يريد أن يقومها بهذا الأمر ولعلنا نذكر أول هذه الخطايا خطايا الشائعات أو الإشاعات هي خطية الكذب وأذكر ونقدر نرجع لكل هذه العزات في الويب سايت بتاع الكنيسة تكلمنا عن أول خطية كانت خطية الكذب وتاني خطية كانت خطية الإدانة ثالث خطية كانت خطية النميمة رابع خطية كانت خطية الأفكار الباطلة الشر خامس خطية كانت خطية الإفتراء على الأبرياء وسادس خطية كانت الدعاءات الباطلة والتزمر اللي متابع معانا هذه السلسلة لعله يتذكر كل هذه الأمور اليوم بنعمة المسيح أأتي إلى نهاية هذه السلسلة وهو كيف نهرب من هذه الإشاعات أو كيف نقاوم هذه الإشاعات كيف نحفظ أنفسنا من هذه الإشاعات وكيف لا نشترك فيها كيف نحاربها بالأصح لعلي فيما أنا أذكر هذه الأمور فيما أنا أقصد هدف واحد كيف أن نقيف بوقفة جادة بصاة هذه الأمور حتى لا تتفشى بينا وتكون سبب في انقسام شعبنا وسبب في انقسام العائلات أو سبب في انقسام البيوت بالأصح حتى لا نشترك في هذه الإشاعات مطلوب مننا أن نحن نبتعد عن مصدر هذه الإشاعات وبالتالي لا تجد هذه الإشاعة أي صدى أو أي استجابة لا مني ولا منك ولا منك ولا من أي إنسان آخر حتى إن وصلت هذه الإشاعة إلى ودانك تذكر هذا القول اللي إحنا حنبتدي به موضوعنا النهاردة وهذا ليس مجرد قول من أقوال الآباء ولكن هو آية في الكتاب المقدس الغبي يصدق كل كلمة ولكن الزكي ينتبه إلى خطواته لا نصدق كل كلمة بل نتحفظ في سماع كل كلمة لا نعطي ودان لأي كلمة قال ولا نكون كالعميان نصدق الكلام من غير ما نتفحصه هنأتي في هذا الأمر يا أحبائي لأن الكتاب المقدس يقول فيه أمثال أيضا أمثال 14-18 الأغبياء يرسون الحماقة وأنا بكل احترام لا أسيء إلى أي إنسان ولكن أذكر آيات الكتاب المقدس حتى لا نكون بهذه الصفات الأسكياء يتوجون بالمعرفة القديس أغسطينوس في بداية هذه العزة يقول إن وصلت هذه الإشاعة إلى أذنك ارجع إلى نفسك وكن ديانا لنفسك في داخلك تطلع إلى مخدعك الخفيف أعماق قلبك حيث هناك تكون أنت وذاك الذي يراك في كل مكان أي الله وأنتما وحدكما وحينئذ اللي أنت بتسمعه سواء خطية سواء خبر سواء إساءة سواء تشويه سمعة آخرين حينئذ يكون الإسم هذا الأمر مكروها لديك وتكون أنت موضع سرورا لله تعالوا نشوف مع بعض يا حبائي كيف نستطيع أن ندرك أن نتغلب على هذا الأمر وعلى هذه الإشاعات وحتى نكون حكما ولا نكون كالكتاب المقدس كما يقول أغبياء لا سمح الله الحكيم هو الذي لا يصدق المجوس عندما سمعوا من هيرودس امشي وكلم وتشوفوا امشوا وشوفوا أين هو المولود ملك اليهود حتى أنا آتي وأسجد له لم يعطوا المجوس أي جواب ولم يستجيبوا لهذا الرد لعل الحكمة اللي كان عايشين بيها ممكن تكون حكمة بشرية حكمة علمية ولكن بالإضافة إلى كل ذلك أخذوا حكمة سماوية كانت هذه الرسالة من الملاك عندما قال لهم عندما لم يرجعوا اليهود يقول إنجيل معلمنا متى البشير فلما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا استجاب المجوس لرسالة السماء للملاك لما قال لهم اسهبوا من طريق أخرى ولم يعودوا إلى هيرودس الحكيم لا يصدق لا يصدق إيه؟ أولاً لا يصدق لا يصدق كلام المديح يعني لو تكلم فيك الناس كلام حلو جداً خلي بالك مش كل كلمة حلوة بتتقاليك هي صحيحة حتشككنا لي أبونا؟ لا مش حشككك لكن خلي بالك لأنه لما احتاج الأمر حكمة يا ما في ناس ممكن وشك وشك تقابلك وتضحك معاك وتهزر معاك وتناديك بأجمل الألفاظ وأجمل المدايح ومن وراك يطعنك في ظهرك ويقول عليك كلام كثير والتليفونات تشتغل والكلام يشتغل فين ده؟ آه ما سهوه وهو نسه خايف عليك خايف عليك هو بتكلم معاك بيحبك بس للأسف بيحبك وبيشوه صورتك من ناحية تانية من وراه الكتاب المقدس يقول لنا سيد المسيح في إنجيل معلمنا لوق البشير أصحاح ستة وعدد ستة وعشرين ويل لكم ده كلام مين؟ المسيح له المجد ويل لكم إذا أنت صدقت كل كلمة مديح بتقال ليك ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا لأنه هكذا كانوا أباءهم يفعلون بالأنبياء الكذبة كانوا يعملوا إيه بالأنبياء الكذبة؟ كان يمدحوهم وكانوا يكرموهم وكانوا يضوهم مكانة والنتيجة كان كله إيه؟ كل كله كلام كذب ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا كل الكلام الحلو إذا قالوا فيك الناس كلام حلو أشكر الله إنه دي من نعمة الله بس خلي بالك برضو ما تديش الأمان أو تدغش في داخلك أو تنخذع في داخلك وتقول يا بيقول عني كلام حلو الحكيم لا يصدق في معلمنا داوذ النبي في مزمور 69 من مزامير باكر يقول كده وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما وليبتهج ويفرح بك مين الذين يلتمسونك دا معلمنا بوليس الرسول يقول كده لأن المتح يكون من مين الذي يمدح فيمدح نفسه دا دا باطل ولكن المتح يكون مين المتح يكون من الله عشان كده الإنسان المديح الذي يقبل المديح هو إنسان مخدوع الحكيم لا يصدق كلام المتح في أمثال 27 وعدد 2 يقول ليمدحك الغريب لا فمك الأجنبي لا شفتاك ليمدحك الغريب الغريب لأنه الله ربما تعامل معاك في بعض الأمور وظهرت نعمة الله في هذا العمل إنما الإنسان الجنبك أو الشفتاك لما انتمتحك دا معناه أنه فيه ممكن يكون فيه كلام آه ممكن يكون فيه كلام صحيح لكن ممكن يكون كلام كثير مخدوع بهم أخيرا في معلق يملى يوحن الرسول إصحاح 3 وعدد 2 هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم مين دا نيق ديموس نعلم أنك قد أتيت من الله معلما لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه نحن عارفين أنك قد أتيت من الله معلما طيب جاي ليه بالخفاء لأنه واحد من شيوخ اليهود وأراد سيد المسيح يقول له كذا في أثناء الحديث لما نمشي الكلام يقول له كذا أنتو مش عارفين أنتو مش عارفين أنتو مش عارفين يعني أيه كلامك لنفسك إنجيل معلمنا لوقع البشير أصحاح 12 وعدد 19 في يوم من الأيام القصة بتاعت الإنسان الغبي أو في الأول الإنسان الغني في الأصح ويذكر عنه سيد المسيح هذا المثل ويقول لنفسه إيه كذا وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات خيرات كثيرة موضوع لسنين كثيرة استريحي وكلي واشربي وافرحي ويسمع هذا الإنسان الغني في نفس اليوم يقول له كذا إيه يا غبي اليوم تطلب نفسك منك إبليس يريد أن يخدعك بأنه يعطيك كلام لنفسك زي الإنسان اللي هو إيه اللي هو بيدلل نفسه الإنسان اللي هو لا يلوم نفسه الإنسان الذي لا يحاسب نفسه الإنسان اللي دايما نفسه عزيز عليه الإنسان اللي عمره ما يطلع نفسه غلطان الإنسان اللي بيستمراره يطلع كل الناس غلطانين لكن هو مش غلطان الإنسان اللي هو يدرك ويريد أنه هو يثبت كل ما هو لنفسه فقط أقول لنفسي استريحي وكلي تسمع في ذلك اليوم يا غبي اليوم تطلب نفسك منك هذا الذي أعدتها لمن تكون يوسف الصديق في سفر التكوين أصحاح 37 وعدد 19 وعشرين فقال بعضهم لبعض هوز هذا صاحب الأحلام قادم فالآن هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش ردي أكله فنرى ماذا تكون أحلامه من دول إخوة يوسف إخوة يوسف أقرب الأقربين وأعداء الإنسان ممكن يكونوا مين أهل بيته صدقوا نفسهم صدقوا ويقولوا وخدعوا نفسهم ونقول وحش ردي قد أكله فنرى ماذا تكون أحلامه تعد الأيام وتمر السنين ويكون يوسف الإنسان الثاني الرجل الثاني بعد فرعون يواجههم يوسف أخوهم ويقول لهم كده إيه أنتم قصدتم لي إيه شراً والرب قصد به خيراً إذن الإنسان الحكيم لا يصدق خدعة إبليس بأنه يعطي تبرير لنفسه أو ينوم نفسه أو يحط نفسه في غيبوبة لكن الإنسان باستمرار يكون واعي صاحي مدرك لكلام مدرك لحياته مدرك لأبديته الإنسان الحكيم لا يصدق كلام الشيطان كلام لنفسك خدعة من الشيطان ولكن ممكن يكون أيضاً كلام خارجي وهو كلام الشيطان زي ما حصل مع حوه آدم أو بالأصح مع حوه في سفر التكوين أصحح ثلاثة وعدد أربعة وخمسة فقالت الحية للمرأة لن تموتاه بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونانك الله عارفين الخير والشر أحد الأباء يقول كده اوعى تد ودانك للشيطان ياما وداننا مفتوحة لكل العالم ولكل أخبار العالم ولكل أحاديث الناس الحاجة الوحيدة وداننا مكفولة عنها هي كلمة الله للأسف وداننا تسمع كل الأخبار وكل الأحاديث ناجع عندي كلمة الله نلاقيها تقيلة على وداننا مش قدرين حتى إن احنا نفتح الكتاب المقدس أو حتى إن احنا نقرأ في الكتاب المقدس والنتيجة ننخدع مثل العالم وننخدع مثل حي مثل حوة وننخدع مثل آدم عندما قالت الحية للمرأة لن تموتاه السيد المسيح في أول تجاربه على الجبل ظهر ليه الشيطان سواء تفسير الآباء إما ظهر له بظهور علني أو إما بفكر إيه التجربة كانت إيه ليه أنت جعان ليه أنت صايم لحد دلوقتي إن كنت أنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا فتأكل عمل إيه سيد المسيح سمع كلام الشيطان أبدا قال كده رد على الشيطان ورد على هذا الفكر ليس بالخبز وحده إيه يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله أحد الآباء يقول له كده اوعى تاخد لجمة العيش بتاعتك من الشيطان اوعى تاخد لجمة العيش بتاعتك من الشيطان يعني اشتغل وجاهد وتعب بس اوعى تفتكر إن الشغل ولا العمل ولا الفلوس هي اللي حتضمن لك حياتك الأبدية الشيطان بيخدعك ويقول لك كده إيه ما انت لازم تعمل للمستقبل ما انت لازم تعمل لعيالك ما انت لازم تعمل ما احنا مش عارفين الظروف باحتمال يرجعون بلادنا ما يامى الناس رجعوهم أنا أعمل حاجة لنفسي والعيالي وأبني وأبني وأشتري وأعمل والشيطان يخدعك وتاكل لجمة العيش من مين من يد الشيطان قل له كده ليس بالخمز وحده يحيى الإنسان إن كان لنا قوت وكسوة نعمل إيه نكتفي بهما أتعب وأجهو كل حاجة بس اوعى تهمل حياتك وخلاص نفسك يهوزا يهوزا في انتقاده للمرأة اللي سكبت الطيب على قدمي السيد المسيح أو على رأس السيد المسيح يهوزا يخدع نفسه يهوزا يحاول أن يخدع الآخرين لماذا هذا الإتلاف كان يمكن أن يباع هذا الطيب أكثر من ثلاثمائة دينار والنتيجة الهدف بتاعه حل ويعطى للفقراء ويكشف معلمنا يوحن الرسول ويقول كده لم يكن يبالي بالفقراء لأنه كان صارقا وكان الصندوق معه شوف الشيطان يخدع الإنسان إزاي زي ما خدع آدم وحوة خدع حية جل ما تخفيش مش هتموته هتصيره مثل الله يهوزا ليه التبذير دي ده ما يمكن يعطى للفقراء والنتيجة يخدع الإنسان ويقول السيد المسيح ويمدع هذه المرأة ويقول كده أنها عملت بي عملا حسنا مثل آخر أو آية أخرى لأنه مهم هذا الأمر في إنجيل معلمنا متى البشير أصحاح 16 لما السيد المسيح جل للتلاميذ بصالهم كده في آخر الأيام جلهم كده وكلكم الجميع ينكرونني حتى أنتوا حتنكروني يقول كده كتاب مقدس فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره بطرس ينتهر المسيح أصدقام مندفع نقول عليه وكان غضوب أو كان مندفع كان متسرع ده معلمك ده سيدك لم تكن بعد نعمة الروح القدس حلت عليه لكن ابتدأ ينتهره يعني اتكلم كده بصوت يعني بيزعب يا حاشات يا رب لا يكون لك هذا فالتفت المسيح وقال لبطرس اسهب عني يا شيطان أنت معصرة لي لأنك لا تهتم بمال الله لكنك تهتم بمال الناس أنا عايز أخذ الآية دي والنهي خلينا تكشف لنا كلام الشيطان كلام الشيطان يقودك أنك أنت تعمل ما يغضب الله وما لا يرضع الله من أجل أن ترضي الناس لكن كلام الله يقول عنه معلمنا بوليس الرسول إن كنت أرضي الناس فلست عبدا للمسيح إن كنت أرضي الناس فلست بعد عبدا للمسيح إذن كلام الله يقودك إلى خلاص نفسك ويقودك إلى خلاص الآخرين ويقودك إلى الأبدية حتى وإن كان في حد ذاته ممكن الناس تزعل منك ممكن الناس تحاربك ممكن الناس تقومك يقول عنهم الكتاب المقدس كانوا يخرجون فرحين لأنهم حسبوا أن يهانوا من أجل اسمه بطرس الرسول ويجيبه ويقول كذا لا نقدر إلا أن نتكلم بهذا الاسم اسم يسوع لكن اللي يحب أنه هو يططب على الناس أو عشان الناس ترضى عنه أو عشان يأخذ رضى الناس لا مش كل حاجة لرضى الناس رضى المسيح أولا مش معنى كده هنزعل الناس ولا هنقاوم الناس لا برضو في حكمة الحكيم هو الذي يصدر كلام الله ولا يصدر كلام الشيطان الحكيم هو الذي يتمم كلام الله ولا يتمم كلام الشيطان يبقى الحكيم لا يصدق أول حاجة لا يصدق كلام المديح لا يصدق كلام نفسه لا يصدق كلام الشيطان لا يصدق أي تعليم غريب من الخارج في تسالونيك في تسالونيكي الأولى اثنين خمسة فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون ولا في عل الطمع الله شاهد وعلمنا بوليس الرسول بيقولهم كده لأهل تسالونيكي عمرنا ما تكلمنا معاكم كلام كده فيه تملق يعني رياء منافق لا ولا كلام من أجل طمع ولا شنين عايز أخذ حاجة لنفسه الله شاهد أن كلامنا لم يكن فيه أي كلام تملق ولا مصلح شخصية ولا طمع لفلوس ولا مال ولا مراكز ولا أي شيء إنما هدفنا كله نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس يا ما في ناس للوقت بتسمع لكلام غريب في أفاسوس أربعة أربعتاشر يقول كده كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال يا ما في ناس الشيطان دلوقت بيخدعهم أو الآخرين بيخدعوهم ويا ما الناس ابتدت أنها تمشي لكنايس أخرى مش كنايس قبطية كنايس بروتستانتية فين الأساس فين التعليم الصحيح لا أدين كل إنسان بضميره أمام الله ولكن علينا أن نوجه علينا أن ندرك علينا أن نحن نوعى غير محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال وأي كلمة تجال نصدقها وتعالوا معنا وحنخليكم قوات في دروس الكتاب وحنخليكم قوات في اجتماعات وحنخليكم قادة قادة في 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 تقود دروس كتاب واجتماعات ومدارس أحد ما عندهمش مدارس أحد ولكن أي أنشطة في الكنيسة تعالوا وللأسف وللأسف هؤلاء الناس ياجوا الكنيسة هنا كأنه ما في أي حاجة كأنه ما في أي حاجة تخضعوا نفسكم ولا بتخضعوا الآخرين ولا فكرين إن إحنا نايمين على على وداننا ولا بإحنا فكرين إن إحنا مش عارفين مين اللي بيروح هناك ومين اللي بيعمل دروس كتاب والكلام الفارغ ده كله آسف في الكنيسة لا يستقصد درس كتاب الكتاب المقدس لكن كلام فارغ التعليم الغير صحيحة هو ده الكلام الفارغ غير محمولين بأي تعليم أي تعليم غريب بس الحكيم لا يصدق إنما الغبي لأسف هو ليصدق كل كلمة عشان بيديهم آآ حوافز عشان بيديهم كلام حل عشان بيطبطبوا عليهم عشان 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 لقوا أنفسهم في هذه الأماكن وهم لا يملكون أي شيء وهم لا يملكون أي شيء مش فلوس لا يملكون أي فهم ولا يملكون أي دراية بالكتاب المقدس إنما تعالوا هنخليكم قادة للكتاب المقدس يا خسارة يا خسارة أوصح الوصل الأمر بهذا الإنسان أنه أي تعليم كده يمشي وراه احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بسياب الحملان ولكن من داخل زئاب خاطفة هم عايزين يملك نيسهم وماذا بعد ذلك يا حبائي كل دية تجاره سيد المسيح الحكيم لا يصدق لا يصدق كلام المديح لا يصدق كلام نفسه لا يصدق كلام الشيطان ولا يصدق أي تعليم غريب تقول لي يا ابونا بس في آية بتقول المحبة تصدق كل شيء انت ليه عايز تكرهنا من الناس يا ابونا انت ليه عايز تشككنا من الناس انت ليه عايز تخلي كل كلمة إن إحنا ناختاخد وتدينا فين المحبة فين المحبة قاد مشيل فروسطان عندنا معاهم محبة ولكن لا نشترك في تعليم واحد مجاملات في الأعياد في المناسبات ممكن بنمشوا بياجونا أكتر من كده لا ده المحبة ده الحكمة ده الوعي ده الإدراك مش أي تعليم بس تعالوا 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 تقول للمحبة طب تصدق كل شيء زي أنا أفرق هل تصدق كل أحد المحبة تصدق كل شيء عندما تقودك إلى خلاص نفسك اللص اليمين اللص اليمين اللص الشمال يقول له كده إن كنت أنت ابن الله انزل من على الصليب وخلص نفسك وخلصنا اللص اليمين يبص يقول له كده أنت بتتكلم عن إيه أما نحن فبعدل جزينا وأما هذا فلم يفعل شيء إحنا نستاهل إنما ده لا يستاهل ده مش مستاهل أن يتعلق على الصليب أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ده المحبة المحبة تقودك إلى التوبة المحبة تصدق لا تصدق كلام الآخرين ولكن تصدق ولا تصدق كلام نفسك إنك أنت عايز تبرر نفسك المحبة تصدق إنك أنت محتاج إنك أنت تتوب وإنك أنت تخلص زكى كيف يدخل هذا عند رجل خاطئ زكى عارف نفسه إنه هو رجل خاطئ ويقول لي كده لسيد المسيح أنا عارف إن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف يقول له السيد المسيح كده إيه اليوم حصل خلاص لهذا البيت لأن ابن الإنسان لم يأتي ابن الإنسان جاء لك كي يخلص ما قد هلك المحبة أقول لك صدق ما يقودك إلى خلاص نفسك لكن اللي يقودك إلى مكان بعيد دي مش محبة ده خداع المحبة تصدق وكيل الظلم تقول لي وكيل الظلم ده بالذات مش مفروض إنه مش مفروض إن إحنا نذكر هنا وكيل الظلم ده كان إنسان حكيم كان إنسان حكيم وكيل الظلم لما لجى نفسه إنه هو خدع سيده وسيده طلب منه حساب الوكالة ظلم زيده بإنه زور في الأوراق أو في الناس المدينين اللي سيده مدينهم لكن الوكيله جاعد سيده عمل إيه قال لأنه بحكمة بحكمة فعل حتى لا يطرد في الأيام الأخيرة اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم وبالتالي الإنسان يحب لكي ما يقدم صدقة لكي ما يقدم خدمة المحبة تصدق وبالتالي تقود إلى الخلاص نفس الإنسان أخيرا شاول الترصوصي يسمع هذا الصوت شاول شاول لماذا تطهدني صعب عليك أن ترفص مناخس واحد زي شاول دي كان ممكن يقول دي تهيئات دي خيالات ده مش ممكن نفس الصوت دي أنا عارف أنا بعمل إيه متربع عند رجلي غمالة إيه المعلم الناموس إنسان واصل إلى مرحلة كبيرة من التعليم والعبادة وكل دي بيعمل من أجل الله كان يضطهد هذا الطريق لكن يعود لنفسه ويصدق هذا الأمر ماذا تريد يا رب أن أفعل ماذا تريد يا رب أن أفعل ويصير كارزاً عظيماً أحبائي لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك ولكن أختم بآخر آيات في سيد المسيح لما انجت قابل مع التلاميذ في آخر إنجيل معلمنا يحنى البشير أصحاح ستة أصحاح ستة لما كثيرين من التلاميذ سابوه وذهبوا لمن كان بتكلم عن أنا هو الخبز الحي النازل من السماء بص السيد المسيح للتلاميذ كده وقال لهم كده أتريدوا أنتم أيضاً أن تمضوا عايزين تمشوا أنا ما عنديش غير الكلام دي مش هجملكم مش هاخد ناس وراي بس عشان أن أنا أقول وراي تلاميذ كثيرين وأضيع الحقيقة بتاعة أنا هو القبز الحي النازل من السماء بطرس الرسول يصدق هذا الكلام ويقول له كده يا رب إلى من نسهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك أترك هذا الأمر وهو الحكمة يا حبائي الحكمة هي في حكمة الاجتماع في حكمة الخلاص بكسرة المشيرين والأخيراً حكمة في التروي والحكمة في الوقت آخر حياة دي أشان أختم بيها يا حبائي في آية معلمنا بوليس الرسول يقول كده كورونسيس الأولى أربعة خمستاشرة عشان حختم بقصة بهذا الأمر يبقى كلنا الغبي يصدق كل كلمة والزكي هو الذي يغتني ويتعرب بالمعرفة الحكيم لا يصدق كل كلمة إنما الإنسان الحكيم فيما هو حكيم فيما هي المحبة في داخله لأنه إن كان لنا ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس آباء كثيرون لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل أختم بقصة يا حبائي ونشوف يوم ما تسمع إشاعة يوم ما تسمع خبر يوم ما تسمع مقولة يوم ما تسمع تعليم بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ تنقاض وراه كل هذه الأمور ولا يا طرأ بتسأل وبتاج بتسأل في الكنيسة وبيكون عندك مرشد روحي وبيكون عندك أب أعتراف هو دا اللي احنا بنرجوه إن الكنيسة أم الكنيسة أم ترعى أولادها وتعلم أولادها لو عا تفتكروا الهدف من العزاب دي هو أن احنا نقول كلام الكنيسة أم المنبر دا منبر تعليم حتى نكون مدركين حتى نكون سابتين في إيمان كنيستنا القبطية الأرثوذكسية حتى لا تقودنا أي ريح بتاع التعاليم غريبة وشيطانية ولكن أقودنا مرشدين من داخل الكنيسة أحد شيوخ الرهبان وحالته أنه هو شيخ يعني كبير في السن مشى إلى القديس يحن القصير وطلب منه كلمة منفعة عارفين القديس يحن القصير اللي هو كان سبب في خلاص أو إنقاذ القديسة بائسة من وكر الخطية ومن بيت الخطية قديس يحن القصير كان أب في المجموعة من الأباء الرهبان ذهب لي وهذا الشيخ وقال له يا أبي ديني كلمة منفعة إزاي إن أنا أحارب الأفكار الغريبة إزاي إن أنا أحتفظ بأفكار مقدسة إزاي إن أنا أحتفظ بنفسي إزاي إن أنا لا أتجاوب مع أي فك غريب من الخارج قام القديس يحن القصير أداه التدريب هو وماشي في السكة وراجع إلى القلاية بتاعته نسى التدريب نسى الإرشاد إلى الدهول القديس يحن القصير بعد فترة بعد فترة رجع للقديس يحن هذا الشيخ نفسه الراهب قال له يا أبو يا سمحني لأني أنا نسيت الإرشاد اللي إنت أدتوا للمرة اللي فات قال له مفيش مشكلة ده الإرشاد وإرجع وإعمل بيهم رجع هذا الشيخ وللأسف كان كثير النسيان لما نرجع لحد الجلاية بتاعته نسى الإرشاد تكرر معاه الأمر ده كذا مرة اتكسف اتكسف أنه يرجع للقديس يحن القصير مرة تانية وقال له في يوم من الأيام تقابل معاه القديس يحن القصير قال له إزايك يا أبي فقال له كويس قال له عامل إيه في الإرشاد اللي ندتهوله قال له سمحني يا أبونا أنا للأسف إنسان كثير النسيان كل ما بتديني الإرشاد يدوب أوصل الجلاية بتاعته ألاقي نفس نسيت في الإرشاد في الآخر أنا اتكسفت إن أنا أجيك شوفوا القديس يحن القصير يدي له هذه الرسالة اللي هي محور هذه القصة يقول له كده جيب فانوس مولع يعني والع مصباح امشي جيب فانوس مشى الشيخ ده وجاب فانوس ولعه قال له أخذ الفانوس ده المطفدة وولعه من الفانوس المولع ده ولعه قال له خذ فانوس ثاني ولعه من الأول ولع عشر فوانيس كده جنب بعض قال له يا ترى الفانوس الأول حصل له حاجة قال له لا قال له انطفى قال له لا قال له راحت الاستنارة بتاعته قال له لا قال له كده هكذا أنا يا أبي وأنا لا أتعب أو أنزعج حتى إذا جاء إلي كل الرهبان شوفوا الكلمة الجاية دي فقوة الله العاملة فيها لا تنتهي قوة الله العاملة فيها لا تنتهي صاحب هذه القصة يكاتب هذه القصة يقول كده لا تحزن من أجل كسرة سقطاتك واعترافك بنفس الخطيئة أمام أبي اعترافك مرات كسيرة فالله لا ييأس منك ولا تقل محبة أبيك الروحي أبي اعترافك ليك وإن كنت تعاني من أي خطيئة مهما كانت صغيرة فافضحها في سر الاعتراف ولا تستهين بيها أو تظن أن الكاهن يستهين بيها حتى ولو كانت صغيرة الدرس الثاني أو الرسالة الثانية سابر جاهد في جهادك وعالم أن الله يقدر كل تعب تقدمه له وسيسندك في جهادك لتكون مقاوم دايما ضد الخطيئة حتى الدم كما قدمه ودمه لأجل فدائك على الصليب ارفض الخطيئة الصغيرة فتستطيع أن تصد الخطيئة الكبيرة وفي النهاية يكلل تعبك بالنجاح وتنال إكليلاً أكبر بقدر طاعتك لأبئ اعترافك تنال إكليلاً أكبر قدر طاعتك لأبئ اعترافك وفتحك للخطيئة وتمسكك بالمسيح بهذه القصة يا حبائي نختم هذه السلسلة ولعلنا ندرك ماذا نجني من الإشاعات أو الشائعات لن نجني إلا كل هذه الخطايا التي ذكرتها في بداية العزة ولن نجني إلا دمار أنفسنا ولن نجني إلا هلاك أنفسنا ولن نجني إلا ما يقوله عننا الكتاب المقدس الغبي يصدق كل حين ولكن يوم من صد الإشاعات ويوم من نرفض أي أقوال ويوم من نرفض أي أخبار ويوم من نمتحن أي أخبار عند إذن الحكيم هو الذي ينال ينال إكليل الحياة الأبدية الحكيم هو الذي يحفظ نفسه من كل هذه الشرور الحكيم هو الذي ينتبه إلى خطواته الحكيم هو الذي يتوج بالمعرفة أمثال 21-11 الحكيم بالإرشاد هو الذي يقبل معرفة احفظ هذه الآية الحكيم بالإرشاد هو الذي يقبل معرفة الله الذي بارك في كل هذه العزاق وهذه الكلمات وأعطانا بروح القدوس حتى نكون مدركين لخلاص أنفسنا ولا ننقاد بأي ريح أو أخبار أو إشاعات بل نجني بل نقتني ونجاهد من أجل خلاص نفوسنا الله الذي يكمل لنا هذه السلسلة هو الذي يبارك في هذه الكلمات ويعطي كل إنسان احتياجه من كل هذه الطلبات كل إنسان احتياجه من كل هذه المعرفة حتى نكون كما قال الكتاب المقدس حتى لا نكون كما قال الكتاب المقدس هلك شعبي بسبب عدم المعرفة بل نكون مدركين منقادين بالروح القدس إلى خلاص أنفسنا له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد آمين شكرا